المنطقة التي يفترض أنها منطقة خف التصعيد في محافظة إدلب وأجزاء من محافظات حماء وحلب واللاذقية شهدت مزيدا من التصعيد في الأعوانة الأخيرة الأمر الذي أدى إلى زيادة في الخسائر البشرية خاصة بين صفوف المدنيين قوات النظام السوري أمطرت عدة محاور ضمن المنطقة منزوعة السلاح بما يزيد عن 400 قذيفة وصاروخ خلال الساعات القليلة الفائتة ما خلف خسائر بشرية ومادية القصف الصاروخي والمدفعي لقوات النظام استهدف عدة مناطق في سهل الغاب بريف حماء الشمالي الغربي بالإضافة إلى استهداف الزكاة وحصرايا والأربعين واللطامنة بريف حماء الشمالي في حين استهدفت الفصائل المسلحة مناطق سيطرت قوات النظام في أصيلة وسلحة بولسقيلبية ومحردة بريف حماء وفي محافظة إدلب قصفت قوات النظام مناطق في التمانعة ومعارة النعمان وخانشيخون بريف إدلب الجنوبي وأماكن في منطقتين أبو عمر محيطا للمرق في الريف الجنوبي الشرقي من المحافظة محاورة في جبلي الأكراد والتركمان بريف اللاذقية الشمالي والشرقي تعرضت هي الأخرى للقصف بالتزامن مع استهداف الفصائل المسلحة كمركزات لقوات النظام في المنطقة كما استهدفت الفصائل المسلحة أماكن في حي جمعية الزهراء الخاضع لسيطرة قوات النظام في مدينة حلب وذلك بعد قصف من قبل الأخير استهدف أماكن في منطقة الوضيحي في الريف الجنوبي من المحافظة زيادة ملحوظة في الفوضى تشهدها المنطقة من زوعة السلاح عقب سيطرة هيئة تحرير الشام الإرهابية على معظم مناطق محافظة إدلب وفشل الدول الضامنة لأسيتانا في التوصل إلى اتفاق يحد من تفاقم الأوضاع بتلك المنطقة وإحجام واضح من النظام التركي عن القيام بالمسؤوليات المنوطة به بموجب تفاهمات سوتي ترجمة نانسي قنقر